فما خلق الثقلان جنهم وعنسهم عامتهم عربا وعجما إلا ليعبدوا الله أولى شريكا أيها الإخوة العبادة من عظيم أمرها أنها لأجلها خلقنا فما خلق الثقلان جنهم وعنسهم عامتهم عربا وعجما إلا ليعبدوا الله أولى شريكا ما خلقهم الله ليستكتر بهم من قل ولا ليستعز بهم من ذل ولا ليستغني بهم من فاقه إنما خلقهم ليعبدوه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لأجل أن يعبدون فالغاية من خلقنا وإيجادنا أن ننفذ أمر الله بأن نعبده وحده لا شريك له ونتأله قلوبنا محبة وخوفا ورجاء فالحكمة والغاية من خلقنا عبادتنا لله لكن منا من سمع وأطاع واستجاب فعبد الله وحده ومنا من أعرض عن ذلك فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فالله فعل الأول بخلقنا على أن نفعل نحن الثاني بأن نعبده وحده لا شريك له فخلقنا لهذه الحكمة وبعث الرسل إلينا ليعرفون تلك العبادة لكن من خلق الله من قبل ذلك فعبد الله وأخلص له الدين ومنهم من أعرض عن ذلك فضل سواء السبيل وما ربك بظلام للعبيد بالترجمة نانسي قنقر زرacci زر assist浇 سواء السباح زر آerte زر اشتركوا في القناة